ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أخي معالي وزير المالية البحريني تركيا والبحرين بلدان شقيقان وحليفان قويا وتربطنا علاقات تاريخية متجدرة في المجالات السياسية والتجارية ونول اهتماما كبيرا بالعلاقات مع البحرين وزيارة فخامة الرئيس التركي إلى البحرين مؤخرا تؤكد هذه الأهمية أنا وأخي معالي وزير المالية البحريني نسعى جاهدين للبناء على هذه الوترة لتقوية العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية كافة وفي زيارة لمعالي وزير المالية إلى وزارة المالية التركية التقى خلالها معاليه بنظيره التركي أكد الجانبان أهمية اللقاءات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين كإطار عام لتطوير العلاقات البحرينية التركية على كافة مستويات التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني نحن نشعر بالفخر والاعتزاز من استضافة مع الوزير البحرين اليوم في تركيا وفي مزارتنا نحن نرى البحرين بأنها شريك استراتيجي بالنسبة لتركيا من هم أولويات تركيا طبعا تعميق وتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخريجي نحن نشعر بالامتنان الكبير لتواجد إرادة سياسية واستراتيجية مهمة جدا خاصة بين جلالة الملك وبين فخامة الرئيس التركي رجل طيب أردوان كما قام معليه بزيارة إلى وزارة الاقتصاد التقى خلالها بوزير الاقتصاد التركي حيث بحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك في الجانب الاقتصادي والسبل الكفيلة بتنمية العلاقات وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين لقد عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية عندما نقوّل علاقات الاقتصادية بين البحرين والتركيا فإن المجالات الأخرى ستصبح أقوى نحن نعلم عن الرؤية طموحة للبحرين لعام 2030 وتركيا تسعى إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون وأود أن أشكر البحرين على موقفها الداعم لنا في هذا المسعى وخلال هذا الشهر سنقوم بعدة لقاءات بين الجانبين لمناقشة الجوانب الفنية وأنا على ثقة بأننا سنرى نتائج مثمرة قريبا جدا زيارات مستمرة وجهود كبيرة يبذلها الوفد البحريني برئاسة معالي وزير المالية تمهيدا لاجتماع اللجنة البحرينية التركية المشتركة الذي من المتوقع أن يحقق نجاحا ملموسا يخدم البلدين بالنظر إلى الاهتمام البالغ من كبار المسؤولين في الجمهورية التركية اهتمام واضح من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية التركية والقطاع الخاص بمملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار ونقطة انطلاق لدخول السوق الخليجية تجلى ذلك واضحا منذ اللحظة الأولى لوصول الوفد البحريني إلى العاصمة التركية أنقرة سعيا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات كافة عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين أنقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر